المؤلف الموسيقى خالد الكمار راضي بنسبة كم في المية عن كل الموسيقى التصويرية اللي قدمتها في أعمالك أنا عايزة فكر السادة المشاهدين المستمعين كمان معي على الراديو عايزة أقولهم أن خالد الكمار عمل أعمال كتيرة جدا زي خلي بالك من زيزي اللي قبل كده يعني ليه لأ صحب المقام البحث عن عولة فكرني ما وراء الطبيعة ما وراء الطبيعة أول فيلم على ناتفليكس مصري السنة دي طبعا الاختيار وفات الأمل حربي والسنة اللي فاتت الاختيار برضو موضوع عائلي وفي فيلم موسى وفيلم من أجل زيكو بزا ومن أجل زيكو طبعا يعني أنا بس بحاول أفكر المستمعين معانا المزيكة اللي اسمعتوها في الأعمال دي كلها دا كان خالد القمار هو وضيفي النهاردة راضي بنسبة كم في المية عن معظم الموسيقى اللي حطتها للأعمال دي أسئلتك صعبة لات والله ده أنا حزا يعني أنا كنت أعتقد لك كده إحنا عايزين جوه على الكنب على فكرة هي عشان هقولك عشان بتبقى الواحد مش مفكر في النوع ده من الأسئلة هقولك يعني أنا بالنسبة لي آآ ما فكرتش في السؤال ده عشان أنا متعود أن أنا لما المشروع بيخلص يعني بحاول أن أنا أتقطع على قد ما أقدر عشان آآ يعني على قد ما أقدر عشان آآ يعني عشان أخلي كل مشروع منهم ليه طابعه الخاص وليه روحه الخاصة وكده فمتعود أن أنا يعني اتقلصت لما سلمت بمشروع ده خلاص 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 ناكست 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 كنت الأول عندي كده ميل اللي هو إيه أن يعني أنا أرجع أفتح المزيكات الأديمة دي وقول لأ بس لو غيرت كزا هيبقى أحسن لو غيرت كزا عامل أحسن وبعدين أدركت أن هي لأ هي الأحسن أن هي يعني أنا عملت المزيكة اللي أنا عملتها من أربع سنين مثلا بخبرتي وقتها بأفكوري وقتها بمشاعري وقتها وهي طلعت كده فهي يعني أحسن حاجة أن هي تفضل زي ما هي كده وأدركت أن أنا لما يعني بحاول أحسنها بتتلع يعني ما بتبقاش صدقة يعني بس فيعني تعلمت أن أنا لا أفكار شيء راضي عنهم كلهم راضي يعني لا مشاهدة أقول لك أني راضي يعني دلوقتي إيه العمل اللي أنت قدمته اللي نفسك تقولي أنا نفسي العمل دي يجي هعمله موسيقى تصويرية بشكل مختلف خالص دلوقتي أني واحد ممكن الاختيار اتنين تاع السنة اللي فاتت كنت هتعمله بطريقة مختلفة كنت أخلي موسيقى مصرية أكتر يعني لأن أنا لما بدأت أعمله كان حتى الكلام مع دكتور فيتر ميمي مخرج أننا عايزين نخلي موضوع إنساني قوي وكده وأنا ملت أكتر ناحية أن هو تبقى موسيقى أوركسترالية شوية فيها بعض العناصر المصرية لكنها في الأساس موسيقى الكتبت لأوركسترا يعني بعدين بعد ما اتعرض حسيت أن هي هي تمام كانت حلوة للناس أشهدت بيها وكل حاجة ولكن حسيت أن هي كان من الأحسن أن هي يكون موسيقى مصرية أكتر وتخيل بقى أن أنت صح تخيل أن أنت صح يعني الناس اللي بتحب المزيقى ممكن تبقى معاك أو فهمة أصدق في ده السنة دي وزي ما بنقول دايما أن المسلسل الاختيار هو بيبقى حاجة اسمها دوكيمنتري دراما أو دوكيو دراما بيبقى حاجات هي ملحمية عشناها بتقرخ الوقت اللي إحنا عشناه والاختيار تلاتة السنة دي طبعا للمخرج بيتر ميمي ومجموعة جبيرة جدا من الفنانين نجوم مصر كلهم كبار في المسلسل ده عايزة أعرف اشتغلت على إزاي هل جالك السكريبت الأول ولا تحكي لك أو أنت كخالد الكمار خلينا بص أنا عاديم مع بعض يعني ولا أنت بتشتغل يوجوي لما السكريبت يجي لك الأول ولا ممكن يتحكي لك وتريد يتألف وبعدين يبقى يجي لك السكريبت يعني أنت إيه طريقة شغلك لأن أنا عارفة أن التأليف الموسيكي اختلف قوي دلوقتي عن زمان آه طبعا آه دلوقتي كله على كمبيوتر يعني للأسف آه يعني everything فجالك السكريبت الأول مثلا بتاع الاختيار الثلاثة ولا قعدت مع المخرج الأول واتفقته على الطريقة والمزيج موسيقى يقولك أنا عامة في كل الشغل اللي بعمله أنا آآ بطيء جدا كمؤلف زي ما بقولك أن أنا دايما بمر بمرحلة الانهيار وكمان عشان ما بعزفش آلة فكل المزيجة بكتبها كتابة فبتاخد وقت كتير جدا 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 مني فدايما بفضل أنه هو يعني أي مشروع بنبقى فيه يعني بتنقش مع المخرج فيه بقوله أول ما يبقى عندك أي حاجة خالص وريني يعني لازم تشركني معك من بدري جدا عشان أنا باخد وقتي عشان تحس كمان وعشان حس طبعا آآ بالضبط فآآ آآ دكتور بيتر بدأ يكلمني عن الموضوع وكننا احنا سعادتها شغالين على من أجل زيكو يعني يمكن من شهر تمانية مثلا اللي فيت أو حاجة بدأ يكلمني عن موضوع بشكل كده مبدئي يعني وابتدى يبعث لي كم حلقة وابتدى يبعث لي حبة مشاهد وكده وابتدينا الشغل اللي بقى ده مسلا من شهر اتناشر اللي فات آآ كنت انا مش منظم في كبروسس التأليف نفسها وكنت مش منظم في الموعيد برضو مكنتش متخيل حجم الموضوع اللي هو انا متخيل ان المسلسل اللي عادي بياخد مني مسلا تلس شهور شغل اللي لقيت الاختيار ده بياخد بياخد اضعاف الشغل ده فما كنتش منظم في الوقت ولا في ترتيب الحاجات اللي عندي وكده فالمراضي قلنا اللي احنا هنبدأ من بدري وهننظم الحاجات وهو حتى دكتور بيتر فهمني يعني فاللي هو ابتدى يقول لي على التاسكات اللي مطلوبة واحدة واحدة يعني لو بدل ما يديني مسلا تاسك ستاخد مني شهرين مرة واحدة بقى يديني اللي هو الاسبوع ده هنعمل كزا الاسبوع ده هنعمل كزا الاسبوع ده هنعمل كزا فآه موضوع مشي كده يعني آآ بعد ما قريت آآ اول آآ كم حلقة؟ جالك كم حلقة في الاول؟ آآ لا جالي قليل يعني هو في المسلسل ده بيبقى طبعا عشان الموضوع يعني كونفيدنشل جدا وكريتكل جدا فكانوا حرسين قوي ان يعني الموضوع يبدل في صمت طبعا آآ فهو كان عدد الحلقات قليل بس قدرت تعرف الخط المنفيق من النبوة آآ كان بيحكيلي وكان بيحكيلي الشخصيات الرئيسية والأجواء اللي هيبقى فيها لو فيه مثلا مش هبتتصرف أماكن معينة محتاجة مزيكة ذاتها طبع معين يعني كان بيحكيلي عليها وآآ وبس وابتدينا شغل من شهر 12 وإيه تنقش نبقى في الطفل خالد مسئولية كبيرة طبعا إنك تعمل عمل زي الاختيار ورعب وخايف وكل العيون عليك صحيح يعني بيه رعب آآ ده بيوترك وإنت بتشتغل ولا بيحمسك أكتر وبيديك أنيرجي وآآ يعني مور أوب بوش إن انت تبقى عايز تتقدم الأحسن في السيزن اللي فات كان موطرني جدا طبعا وآآ وأثر علي جامد يعني أنا السيزن اللي فات كانت أكيد أصعب مشروعاش طالته في حياتي كان الاختيار اتنين ده آآ من كتر من كنت خايف ومن كتر من موضوع كان آآ كبير قوي وكنت يعني عايز أقولك إن حرفيا كنت بيجيلي كوابيس بقى أو يعني تجاوبت على سؤال كنت أقولك أصعب مشروع في كل دول فهو الاختيار اتنين آآ آآ المرة دي بقى العكس يمكن كنت داخل بثقة أكتر أو يمكن كنت داخل آآ مطمن نفسي أكتر اللي هو حسيت اللي هو طب مرة اللي فاتت بعد كل ده الحمد لله نجحت نجحت وعدت نجحت وعدت نهو بالزبط فالسانيتي كنت داخل يمكن مطمن أكتر يعني فاللي هو بقى وجهت طاقتي كلها إنه هو يعني لا أنا مش هضيع وقت كتير في القلق ده يعني طبعا إلقته طبعا يعني كان فيه لحظات انهيار وكل حاجة بس يعني قدرت إن أنا أوجه طاقتي أكتر في إن أنا لا هطلع مزيكا كتير وحتى لو مثلا في مرحلة ما كنت قلقنا قوي وطلعت مزيكا أنا مش راضي عنها تماما كنت بابعت لدكتور بيتر وقول له بص أنا عملت مزيكا بحشة جدا بس اسمعها وخلاص يعني وادي نفس